السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم معي مجددا على قناة من فرنسي لتعلم اللغة الفرنسية إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها القناة فارجع إلى قوائم التشغيل في القناة ستجد الدروس كلها مرتبة حسب المستويات لتستفيد أكثر وبالنسبة لهذا الدرس سيكون عن النفي في الفرنسية إذا أردت أن تتكلم بالفرنسية فلابد أنك تستخدم النفي في كلامك إذن من الضروري معرفة أدوات وقواعد النفي بالنسبة لهذا الدرس سيكون هو جزء أول من درس النفي وهو خاص للمبتدئين سنتعلم فيها على النفي بأداة نوبا والتي تعني لا لم أو لن إذا أردت أن تفهم النفي جيدا في الفرنسية ما عليك إلا أن تكمل الدرس إلى الآخر وسيكون تمرين في آخر الدرس إذن لنبدأ على بركة الله إذن سنبدأ كما قلنا بأداة النفي المعروفة نوبا والتي تعني لا أو لن أو لم سنبدأ بالأمثلة مباشرة لكي نفهم لدينا جو تخفاي بمعنى أنا أعمل هذه جملة تسمى جملة إتبات إن فخاز أفيرماتيف لكن لا تركزوا على الأسماء فقط المهم هو أن تفهموا الأسماء ليست مهمة إذا أردت أن أقول العكس سأدخل أداة النفي وتصبح الجملة جو نتخفاي پا جو نتخفاي پا أنا لا أعمل جو نتخفاي پا إذن هنا عبالنا عن العكس سأدخل أداة النفي وتصبح جملة أخرى جو نتخفاي إذن هنا كان بإمكاننا أن نطيل الجملة لكن اقتصرنا فقط على الفاعل والفعل إذن جملة أخرى جو نتخفاي أنا فريح أو أنا فريحة إذن أردنا أن نقول العكس إذن أداة النفي تتكوون من كلمتين نه et پا la نégation se compose de deux mots نه et پا نه avant le verbe et پا après le verbe إذن لاحظوا في جميع هذه الجملة نضع نه قبل الفعل وپا بعد الفعل alors les mots de négation encadrent le verbe encadrent le verbe بمعنة تحيط بالفعل نه 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 لكن لدينا فقط ملاحظة بسAs لدينا فقط ملاحظة بسيطة une petite remarque quand le verbe commence par une voyelle o O U Y ou ou un H le NE se transforme en E إذن الملاحظة وهي أن عندما يكون لدينا فعل يبتدئ بأحد هذه الحروف المتحدقة التي رأينا الستة إلى آخره فإن النافية تتحول إلى لأننا نحدث سنرى مثال مباشرة للتوضيح لدينا الجملة إنها لطيفة إذن إذا أردت أن أقول العكس وأن في الجملة سأقول إذن ماذا فعلنا هنا كذلك أحطنا الفعل بأداة النفي إذن قبل الفعل وبعد الفعل هنا لدينا الفعل هو وأنه فعلنا لكن لاحظوا أن لدينا الفعل يبدأ بالأمر وَوَيْل لذلك عوضنا ن بأَن مثال آخر لاحظوا هنا لدينا لدينا le verb أشتري يبدأ بvoyيل إذا أردت أن أقول العكس سأدخل أدات النفي وتصبح الجملة أنا لا أشتري فواكه إذن لاحظوا كذلك بأننا قمنا باستعمال إذن حدفنا لا يمكننا أن نقول لكن إذن أظن أن هذا واضح جدا وسهل سنرجع الآن إلى الجمل السابقة التي رأينا لاحظنا بأن أدات النفي تحيط الفعل لكن لاحظنا بأنه لاحظنا بأنه لكن هذا الفعل هو مصرف في زمن بسيط بسيط والأسفل هو والأسفل هو والأسفل هو واصفل لو أحلا الإذن الأسفل هو المصرف الذي أشيد only في سيطف فقط بأسفل او 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 سكيل الاختراه او 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 لا استطيع الإجابة سكbrم اللغفة انت او ا interpreting يقود عليهم هنا جملة نافي هنا لدينا الحمراء سكيل dictionary لم يفعل إذن في الماضي إذن لاحظوا هنا l'auxiliaire هو الذي تم إحاطته بأدات النفي إذن دائما في النفي نحيط فقط l'auxiliaire المثال الثاني هنا كذلك نتكلم في الماضي ونستعمل لأسي الماضي لدينا لأسي الماضي لأسي الماضي إذن هنا قمنا إذن بإحاطة لأسيليا فقط إذن إحاطة إحاطة l'auxiliaire être il n'est pas aller إذن هذه هي القاعدة دائما في الأزمنة المركبة نقوم بنفي l'auxiliaire فقط الفعل المساعد فقط لدينا حالة أخرى وهي عندما يكون لدينا فعلين متتابعين إذن عندما يكون لدينا فعلين متتابعين فإننا ننفي الفعل الأول فقط مثال في هذه الجملة je ne veux pas travailler إذن لاحظوا هذه الجملة تتكون من فعلين le verب vouloir est le verbe travailler لكن le verbe vouloir هو الذي est l'aول je veux travailler إذن سننفي الفعل الأول فقط je ne veux pas travailler مثال آخر لدينا غير 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 مصرف أول 1 دم donc هنا لدينا partir à l'infinitif لماذا هو في l'infinitif بمعنى غير مصرف لأن يسبقه د تسبقه أدات الجرد دائما بعد د يأتي الفعل غير مصرف لكن عندما أردنا أن ننفي الجملة فإننا وضعنا أدات النفي قبل الفعل دنبا دنبا پارتير أنا أطلب منك ألا ترحل مثال آخر إذن هو يجبروني على ألا أتكلم إذن هو يجبروني على ألا أتكلم لاحظنا هنا كذلك نفس شيء لدينا أتكلم لدينا أتكلم فيعل غير مصرف لذلك عندما أردنا أن نفيه وضعنا أدات النفي قبل إذن الآن سننتقل إلى معرفة شيء مهم وقاعدة مهمة جدا في النفي وهي عندما ننفي جملة تكون فيها هذه الأدوات بمعنى أدوات النكرة وإذن عندما تكون لدينا الجملة تحتوي على أحد هذه الأدوات وندخل النفي عليها فإن جميع هذه الأدوات أي واحدة في هذه الأدوات تتحول إلى ده إذن إذا كانت لدينا أ فإنها تتحول إلى ده كذلك أين كذلك دي كذلك باقي الأدوات تتحول إلى ده أو دي أبوستخوف إذا كان لدينا الفعل يبتدئ بوائيل سنرى أمثلة حتى تفهموا أكثر مثال الجملة التي رأينا سابقا جاشت دي فروي أنا أشتري فواكه إذن إذا أردت أن أقول العكس جناشت پا دي فروي جناشت پا دي فروي أنا لا أشتري فواكه إذن لاحظوا هنا دي تحولت إلى ده لأننا أدخلنا النفي جاشت دي فروي جناشت پا دي فروي رغم أننا فروي هي كلمة كلمة جمع ستنان بلوريال لكن وضعنا دي جناشت پا دي فروي لأنه لدينا النفي جملة أخرى جاي une voiture جاي une voiture لدي سيارة إذن إذا أردت أن أنفي جناشت پا دي فروي جناشت پا دي فروي أنا ليس لدي سيارة إذن une تحولت إلى ده في النفي بنسبة لهذا الدرس فإنه يوجد في القناة مفصل جدا عن هذه القاعدة التي نتحدث عنها الآن إذا أردتم أن ترجعوا إلى الدرس في القناة لكن هناك استثناء لهذه القاعدة وهو لفر بأتر إذا كان لفر بأتر في الجملة فهذه القاعدة با يعمل بها مثال ستان نامي ستان نامي إنه صديق إذن في النفي ستبقى الجملة كما هي سنة پا زن نامي إذن بقية ستان نامي سنة پا زن نامي إذن هنا لأناه لدينا Les deux amis se quittent avant le dîner Donc السادقين يتفارقاني قبل العشاء Les deux amis se quittent Le verbe se quittay بمعنى يتفارقان Avant le dîner قبل العشاء C'est une phrase affirmative إذن إذا أردنا أن ننفي هذه الجملة ماذا سنقول؟ فكروا قليلا إذن بالنسبة لهذه الجملة les deux amis se quittent avant le dîner إذن في النفي سنقول les deux amis ne se quittent pas avant le dîner إذن سننفي الفعل كما قلنا سننفي الفعل les deux amis ne se quittent pas هنا لدينا فعل دميري c'est un verbe pronominal au présent ne se quittent pas جملة أخرى تُعَتَنُّ لَنْجُ مُيِّي إذن هذا إبارة عن سؤال تُعَتَنُّ لَنْجُ مُيِّي بِمَعْنَا هَلْ نَشَارْتَا الْغَسِيلَ الْمُبَلَلَ تُعَتَنُّ لَنْجُ مُيِّي إذن ستكون الْإِجَبَة بِنْنَفِي إذن حاولو أن تُجِبو بِنْنَفِي على هذا السؤال فكرو قليلا تُعَتَنُّ لَنْجُ مُيِّي إذن في حالة النفي على هذا السؤال سنقول يَنْيَوْ لَنْجُ مُيِّي إذن لاحظو هون الى دينا زَمَنْ مُرَكَّب لَنْجُ مُيِّي يَتَكَوَنْمِنُ لَنْجُ مُيِّي إذن لَنْجُ مُيِّي لَنْجُ مُيِّي إذن كَمَا قولنا لدينا مثال آخر هل لدينا مثال آخر إذن حاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال بالنفي بمعنى ليس لدي مال ماذا ستقولوا الفكيروا قليلا إذن للإجابة بالنفي سنقول نان جنة پا دارجان نان جنة پا دارجان إذن قمنا بالنفي وليس لدينا في هذه الحالة هو فعل لعب دور فعل في الجملة جنة پا دارجان ولا حدوا بأن لارتكل بارتسيف د لأبوستخوف تحول إلى د أبوستخوف كما قلنا في القاعدة نان جنة پا دارجان سؤال آخر إذن حاولوا أن تجيبوا بالنفي فكيروا قليلا إذن الجواب بالنفي سيكون إذن كما العادة ننفي الفعل إذن كما العادة ننفي الفعل إذن جنة پا دارجان إذن جنة پا دارجان إذن جنة پا دارجان أو ليس لديهم منزل نتق Voltına نتكلم بسيطنا جماع نو سناكول نو نبوون پا تكمنين آ لßer نو نبوون پا تكمنين آ لßer إذن كما العادة قمنا بنافي الفعل نبوون پا نبوون پا نوبوپا تكمنين آ لßer لا نستطيع أن نرافقك إلى المحطة وفي آخر الضس ملاحظة بسيطة وهي أن في الكلام الأغال أدت أن في N يتم حدفها في الكلام مثال لدينا الجملة جي با بير إذن ستسمع في الكلام يقولون جي با بير يعني عوضة جي با بير ستسمع جي با بير جي با بير إذن في الكلام غالبا ما نحذف ن كذلك يمكنك أن تقول جي با سور عوض جي با سور أنا لست متأكد جي با سور ستسمع ربما جي با سور جي با سور إذن تحدف N النفية في الكلام وأخيرا سأترككم كي تراجعوا هذا الدرس جيدا وتعيد مراجعة القواعد التي رأينا فهي مهمة جدا والسلام عليكم إلى الجزء الثاني بإذن الله